موسيقى يا سعدة وقتكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج منوعة هلا معي أنا عارين كامال دقصي على خناة هلا بحلقتنا اليوم تعالوا نرفع المعنويات ونزيد الطاقات شوي تعالوا نعطي نفسنا وقت حتى نفكر كيف ممكن ندخل لحياتنا راحة نفسية من غير ما نغير أمور كثير وأيضا تعالوا نعرف ونتحدث عن أكثر إشي موجود بحياتنا بيعكس إلنا الأمل للتفاؤل للتقدم وأيضا الحياة كثير منها ممكن نفكر على إشي طريقة من دخلها لحياتنا بتوصلنا لنتيجة مثل التأمل، سماع الموسيقى، الرياضة وغيرها ولكن أعزائي طريقة هاي أو بالأحرى الإشي هذا حسب رأيي هو أبسط بكثير من أي طريقة جديدة ندخلها لحياتنا وبقصد بكلامي النباتات صحيح، النباتات المتوجدة بالطبيعة القريبة بالحديقة من الخارج على البرندة وأيضا النباتات داخل البيت بالنهاية لوم هون الأخضر بيعطينا الأمل، التفاؤل والتوازن وإذا تمتعنا أكثر ومنمتبه أن النباتات مش بس مجرد نبتة للمنظر النباتات بيعكسوننا النمو والتقدم والحياة طبعا هذا قسم صغير كثير من تأثير النباتات على حياتنا صحتنا الجسدية النفسية وحتى فكرية فعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضع المثير دعوني أرحب بضيفيتنا إنجي ناطور من قلنسة وصاحبة محل إنجيلينا بوتيك نباتات وورود في الطيرة وتشتغل بإقامة برندات وحدائق أهلا وسهلا فيكي أهلا يا أهلا كيف حالك؟ أهلا فيكي الحمد لله تمام أولي شيك عارفين أكثر عن نفسك اسمي أنجي من قلنسة وي بشتغل في مجال الوريد ونباتات بنكيم حدائق وبرندات حسب طلب الزبون أو طلب اللي بحب بنشتغل كمان مع بلديات ومع شركات اللي بتعمل مثلا قطلات مطاعم وهي الأشياء حلو كثير يعني لما منجب نحكي على نسقة ورود أو نباتات هو مش بس إنه نعمل بوكيل وورد وخلاص هو عالم بحد ذاته بفكر صح؟ مليون دلمية فأخذينا هيك في رحلة لهذا المجال لش اخترت بالذات هذا المجال تلعي أنا بتذكر من زمانه أنا كثير صغيرة من أمي الله يخليها هي كثير بتحب الورد وكل حاتي وأنا أكبر بتذكر إنه كانت كثير دير بالها على الجنيني قد ما هي صغيرة بس كانت تهتم فيها بشكل دائم وأزيد رحلة كنا نبست فيها لما نروح الماشطة لنشتري ورد ونباتات ومن هون بنفع نحكي إنه بلش الحب أو تعلق في هاي الموضوع بعد فترة بتعرف الواحد بفوت في دوامة الشغل والحياة والآخر بس بعد فترة اشتغلت في شركة اللي بتشتغل مع هذا المجال وعرفت إنه هناك أنا بدي أكون أو هذا الإشي اللي أنا بدي أعمله وفكرت كيف بقدر أخذ هذا الإشي وأحوله لأساعد الناس إنهم يحسوا اللي أنا بحس لما أكعد في ساحة كلها ورد ونباتات أو في مشارط ساحة يعني حتى اليوم في مساحة جدا جدا صغيرة بتقدر يتخلك هناك بديش أقول غابة بس تقدر يتخلك إشي اللي هو بقدر يعطيك راحة نفسية وحلوة صح هو ذكرت أنت الرحلة تعاني نذكرها هيك نقولها هيك على المشتلة يعني بالنهاية لما هيك نفوت على المشتلة ونشوف كل إشي أخضر هيك وكأنه إحنا مننسى الأذفكار اللي بتكون عندنا الضغوطات وإشياء براه ومنفوت على العالم ثاني صح ملايين بالمئة فهي هذا الجو اللي بيخلقوا الورد مش بس الورد النباتات بشكل عام يعني هي هل منن الطبيعة هل بيعكسنا إش معين يعني كيف هذا الإشي علميا النباتات في إلها كثير في كثير أبحاث عملات اللي بتثبت كداش النباتات بتساعد البني آدم إن كان فيزيائيا أو بشكل سايكولوجي فإذا بنحكي عن النباتات في شكل عام اللي بيصير هو إنه لما البني آدم بقعد في منطقة اللي كلها خضار وكلها شجار وكلها نباتات فهي هاي اللي بتأخذ منها كل الطاقة تبعية السماء أو النصط فالبني آدم ببطل يفكر حرفيا يعني العكل زي ما أنا بحكي في كلمات مبسطة إنه العكل بفضع فأنت بتصور يعني بس تتفرج على الأشياء اللي قاعدة بتصير كبالك في الطبيعة وكل شي بخلك ذياله إن كان حيوانات ذيال الطبيعة أو تحركات الشجر الأصوات اللي بتطلعها الشجر وإلى آخره فهي من ناحية حلو يعني يعني حكي أفكارنا بتروح صح ولما أفكارنا بتروح بدنا مشوار كل يوم لهناك صح ولكن إذا ما عنا إمكاني نروحتان قول كل يوم مشوار على المشتلة فكيف إحنا ممكن نجيب المشتلة عدار نجيب المشتلة عدار حلو حبت وكيف أنا ناتني فيها طلعي موضوع النباتات هو عالم عالم كثير كثير كبير زمان كنت الناس كلها كانت في عندها مقدرة إنه يكون عندها بيت وساحة اليوم الوضع أصعب كثير فالناس كلها عايش في بنايات فالساحة تبدلت في برندة فعشان هيك حاولنا إنه نعمل نحول البرندة لساحة اللي هي ساحة القصد في إنه محل تقدر تزرع فيه الكواوير الموجودة في بشكل عام بتقدر تزرع شجرة صغيرة نبتة صغيرة فإحنا عملنا إنه يكون كواوير كبير كثير وبهاي الحالة انت بتقدر تزرع شجرة بتقدر تزرع نباتات كبيرة اللي بتتسلك وبتنزل وبتطلع ولا آخر هي بالنسبة للعناية هاي شغلة اللي بسألنا عنها كل الوقت طلعي فيش أكيد النباتات طبعا بدهن عناية بس العناية هي مبنية من عدة عوامل الكصد لما أنا بحكي عن عناية خلينا نقول الانتباه هو نوع من أنواع العناية الكصد من ورا عناية إنه النباتات بحاجة لثلاث عوامل المي، الهوى، والتربة، طبعا الشمس، الضوء فلما أنا بوفر لهم هاي الأشياء بشكل دائم حسب إرادة النباتات أو حسب شو هني بحاجة ما فيش عناية أكثر من هيك هسا إذا ما نحكي مثلا عن البرندة البرندة هي محل اللي هو موجود في شمس موجود برا ففي عنا نص العوامل الموجودة اللي هي الشمس اللي هي الهوى، الطربة طبعا رح تكون موجودة المي في لها حل اللي بحبش كل وقت يسكي ويدير باله ففي حل اللي هي منظومة الري مثلا فهاي مشكلة وحلناها بالنسبة لجوة البيت طلعي هو الهدف إنه أنا أعرف أختار برضو النباتات الصح يعني فينا أنواع نباتات اللي بحاجة لكثير عناية وفيه أنواع اللي بحاجة لنص عناية وفيه أنواع شوي كليلة ولكنها متواجدة اللي تقريبا ما بدهاش عناية يعني بكفيها تنحط في البيت شوي الضو اللي هي الإضاءة الموجودة في البيت ففتح شباك مرة في اليوم اللي هو برضو مفيد للبني آدم مش بس للنباتات سكي مرة في الأسبوع أو مرة في العشر أيام اللي هي إش اللي زي ولا إيه يعني خلال ثلاث ثواني بتعبي كاسة مي وبتسكيها اللي هي لا تعتبر عناية يعني وبتعيش وبتعمل جو كثير حلو في البيت حلو بس إحنا حكينا على برا على البرندة سؤالي كل شجرة أو كل نبت إحنا ممكن نزراها على البرندة كمان مرة فيه كثير أشياء بتأثر أو ليش الوزن يعني الوزن جدا مهم من انتبهله في البرندات شجر اللي هو بيوصل لأوزان كثير عالي وطويلة صعب لأنه بنفعش يعني إش اللي هو خطير بس آه يعني تانقل الأشجار اللي هي بتحمل الحمضيات الفواكه ممكن نحطها على البرندة طبعا فيه اليوم أنواع أشجار مخصصة بشكل خاص اللي بيكون مش بتشكل ملعوب فيها بس إنه التربيتها بتكون مختلفة بحيث إنها لما تكبر بتكبر في شكل مصغر وبتعطي بعد ومع هيك بتعطي فواكه وبتطلق أي نوع الثمار نفسها مخلا وإذا إحنا ما نزرع نتعن قول خضروات الصيف وفواكه الصيف يعني أقل يعني بالنهاية البطيخ بدها مساحة البطيخ بده مساحة كثير كبيرة ومش بس مساحة بده عناية مخيفة يعني هاي أشياء اللي بيزرعوها بترفف ناس اللي متخصصة بهاي الأشياء أنا بشك إنه في حدا بيحب يزرع بطيخ برندته لأنا بتاع أنجال بدها كثير عناية وبدها مساحة كبيرة قال بعد ما يجرب بطل يفكر بس ممكن نستبدل في أشياء اللي هي ممكن تكون شوي أصغر أشياء اللي هي ممكن تكون ملائمة أصلا من ناحية عناية في البيت أو في البرندة هو الهدف أصلا وكمان مرة البرندات بعض يعني صح إنه هي حل للبيوت اللي موجودة في فوق بعض بس هي مش حل إنه محل بتحلش محل أرض كبيرة وواسعة فإحنا منستغل منموم مساحة أساس إنه نقدر نوفر جو أو ملان نباتات وملان أزهار وملان خضار حلو لما إحنا منيجب نحكي على البرندات البرندات ممكن يكون إنه منسقة بشكل اللي هو مختلف ولا بس قواوير نحطن وخلص يعني لا طبعا فيه أدة أشكال وأنواع منقدر نلعب فيهن ألوان فيه ناس كثير بتحب ألوان أخضر وأحمر ومش عارف إيش بتقدر تلعب فيهن كيف أنت بدك هذا الحلو في الموضوع حلو كثير إحنا بعد شوان رح نشوف الصور أسوار البرندات اللي أنت بعثت لنا هيك هي أحسن عم نشوفهن اللي هي عن جد يعني إحنا لما إحنا منشوفهن إحنا منشوف إنه مش بس قوار اللي فيها ورد ملون تعنقول وخلص صح فاشرحنا هيك أكثر شاركينا معجبة بشغلة هاي أخر شي هاي الشجرة اللي حكيت عنها هاي شجرة برتوكال اللي هين عملت في شكل إنه تكون أخف من ناحية وزن أخف من ناحية نافح مساحة مساحة وتطلع ثمار مع هايك إنه تطلع ثمار وكمان فيه كثير كثير بطلبه يكون فيه زي فصل إنه بيكون البرندة كريبة عبرندة فبدهن إنه زي يغطوا أحالهن فهي برضه بتعطي هادة جواب كحل إنه للفصل بس في طريقة راكية وحلوة يعني ومش مضرة في أي حدا ساحو بتغطيش على الآخر يعني بيظل فيه هوا مزبوط بيظل فيه ضوء اللي يدخل مزبوط بيظل فيه ضوء هو حلو وطبعا فيه أخرى مرة فيه هاي الهدف من إنه لما مثلا حدا بتوجه لي إنه بدي أعمل برندة غابة أوكي ممكن شو بدك شو الغابة اللي بدك يا شو الغابة اللي بدك يا ورجينا السوار ورجينا إيش شفت وين وكل إشي ممكن مش دايما طلعي بغدر أجأ كل الزبون آم ولا يهمها كل شي بنعمل فيش إشي من هالنوع لأنه نباتات هنه عالم أنا لازم أعرف الشمس وين بتبين في أي جهة البرندة موجودة إذا كديش بوصلها هوا كديش بوصلها ضوء وحسب هيك أعرف أي نباتات ممكن نحط هن فهاي عامل برضه مهم وفيه أشياء اللي هي مواسم فيه ناس بحبوا كثير الورد اللي ملون وهو رائع بس الإشياء بتعلق في المواسم مش كل فيش ورد بعيش كل السنة في الأشياء بتتبدل يعني مع الوقت حلو حكي وانتي عم تشرح هيك خطر في بللي سؤال النباتات بدها فيتامينات ومعادن وسماد وهاي الأمور ولا إنه بينفع بصمي سماد ممكن فيه أماع نباتات بحاجة لسماد مزبوط بشكل عام السماد بيكون موجود أوردي في التربي يعني هون بكون موجود في التربي اللي بتنحط في الكواوير فعشان هيك فيتامينات وهالأشياء تلعي أنا كثير بأأمن في الطبيعة وفي الطبيعة لو بنا نرجع على الطبيعة الأصلية في غبات الأمازون فيش حدا ماشي بالغبات وبسكي بالورد وبعطيهن فيتامينات حديث فيش إشو من هالنوع أخر مرة في نباتات ليهي مش مصنعة ولكن مش الطبيعة أطلعتها البني قادم لعب في الدين أي تبعها مثل مثلا السحالب أوكي وردة السحلب محبوبة جدا وأنا بحبها جدا بس العناية فيها بتطلب كثير كثير اهتمام وكثير نقاط مهمة لازم تدير بالك عليهم لأنها ملعوب فيها أو بيكون مناخها الطبيعي مش عنا إحنا بلادنا حامية جدا ورطوبة عالية جدا ففي كثير أنواع وردوا نباتات بأيش شون نفسنا يا إيش شون بس ما بأيش شون حتى لو جيتوا حكيت آه منقدروا بهاي العناية وبهاي العناية بنفعش فلا فش إش من هنا تان قول إنه النباتات هن صح إنه بدهن الهواء والتربة والماء أما بالمقابل بدهن البيئة الملائمة لهم طبعا صح يعني إحنا ما بنقدر صح ما بنقدر نوصل إلى وضع إنه نجيب نباتات من خرج البلاد اللي بيعيشو في بلاد ثانية ونقول بدنا إنه ينجحوا هون لا بأيش ممكن يكون الأمل عنا تعال نقول إذا بتحطها بسلاجة إذا بتحطها بسلاجة بضل عايش ما فيش مشكلة حسنا حكينا على النباتات اللي هي برا طب إذا إحنا دخلنا للبيت وبدنا نحكي عن النباتات اللي هي جوا فيها كفكرة عن كل خاطئة اللي بتقول إنه مش أغلب النباتات ما بتنجح لما بتكون داخل البيت صح ليش؟ لأنه في نباتات بدها تشمس بسيط جدا في أخر مرة عشان هيك مهم جدا أعرف بالزبط شو عايش ما ندور وشو بدنا فنباتات اللي جوا فيه نباتات مخصصة اللي تعيش جوا اللي بكفيها ضوء ضوء البيت أو ضوء أشعة تشمس من الشباك أو من البرندا مش مهم من وين بس ما بتقشش في شمس حارقة الشمس اللي برا ما بتقش فيها بتقش بس جوا في مناطق اللي هي جواك البيت اللي الشمس ما بتصيبهاش بشكل مباشر حيلا و لما إحنا منيج بنحكي على النباتات اللي داخل البيت هن نباتات اللي بحاجة إنه يكونوا في أماكن معينة ولا إنه مش مهم وين محطناهن تلعي هون النباتات هن اكساسوري تعتبر في جواة البيت حسب رائع على كل بتعطي أول الشي إلها منطق إلها خاصة جدا في الديكور شو مكان ديكور البيت بنفع تحط فيه نباتات وليوم فش أي حدا بشتغل في هذا المجال ما بحبش يفوت نباتات في البيت أو هيك صحيح نعم نشوف على الشاشة كمان نباتات اللي هي داخل البيت اللي على الأغلب بس هكا نشوف هون أول شي كثير بيعطوا جواه في البيت يعني وحسب رأي كمان كثير بيغيروا البيئة على هاي الطاقات اللي موجودة في البيت يعني بكفوا إحنا فايتين على البيت أو بس نكون في البيت نشوف الوردة وفرفحت وكبرت فبيعطينا الجواه صحيح ولكن اللي احنا عم نشوف هون هكا النباتات غري هاي بفكر أغلبهم النباتات خضرة مش بدون ورد مزبوط الورد ما بيكبر في داخل البيت؟ كليل جدا نادر جدا الورد بدو شمس عشان يزهر وعكس هيك انه كمان مرة الورد هو نوع ايش اللي هو بطلع في النبتة ايش اللي هو بنبت في داخل هي نبتة بس انها بتطلق ورد والورد هو ايش اللي هو موسمي يعني بموسم اكس بايش بموسم واي ما بايش فبيضل بس الخضار عشان ايك انا انا بحكي لما بحكي عن نبتة بحكي عن نبتات بحكيش عن ورد كمان مرة الورد هي نبتة بس نبتة اللي بتطلق بتزهر ورد في مواسم معينة واغلبهن بحاجة لشمس اغلب النبتات اللي بتزهر ورد بحاجة لشمس يعني ممكن نقول النبتات اللي بتزهر ورد هي من المفروض انه نحط براو النبتات اللي ما بتزهر مش مية في المية بس اه تسع في المية تمام ولما احنا شفنا صور شفنا صور والخوار كانت صغيرة ما كانت خوار اللي هي كبيرة ممكن انه يؤثر على كبر النبتة يعني لما احنا بدنا نكبر النبتة ونكبرها اكثر بدنا منا نغير لها الخوارة كل قداش من نغير خوارة حسب نوع النبتة الهدف من الكوارة هو انه اعطي مجال للجذع تبع الشجرة او النبتة انه يعيش صح اني انا بديش احسره في محل لانه هذا الاشي ممكن يؤثر على النبتة ومش رح تعيش اكثر مش رح تقدر تعيش وتتقاوم فاحنا اللي بنعمله من الاساس لما انا باجي بدي احط نبتة في كوارة بعرف النبتة هاي شو حياتها وشو هي كداش بتكبر وشو بدها اي نوع نبت اي نوع كوارة وكداش جذعها بكبر في شجر كبير بده كوار صغير لانه جذعه صغير وفي العكس تماما فليش جدا بتعلق في كل نبتة ونبتة شو نوع جذعها اذا الجذع بكبر بكبرش كداش هو بحاجي في مرات كثير بصير انه من بيع نبتة مثلا بكوارة صغيرة ومننصح الزبون انه ياخذ كوارة اكبر ما فيش مشكلة بعدها بفترة انه لازم يعرف انه بحال النبتة بلشت تكبر لازم تتبدل لها كوارة اساسي يكون لها مجال اكثر انها تايش وتتطور حلو وكيف احنا منعرف كداش مانا نسق الوردة او النبتة اللي موجودة دخل فيه قانون فيش قانون اللي هو هس بدك فيه مثلا ساعة ويوم والاخر هي بس فيه طريقة اللي ممكن اعرف فيها انا كيف وش ودع النبتة من ناحية عطاش عطشاني او عفكرة اوفر المي برضو مش منيح اصح حتى هو اسوأ من العطاش انا في اطراف اصابعي اوكي احط اسباعي في الكوارة في النبتة قريب على الجذاء واحس التربة رطبتها لما اشوفها رطبة وبعدها يعني مبلولة ماي ما بسكيهاش بحال حسيتها بلشت تنشف بسكيها ماي اخر مرة هاي فيش قانون لانه يكون نبتة الها الهال لحظة لحظة يعني مش التربة من فوق احنا منا نحط اسباعنا في داخل التربة عشان نشعر عشان نشعر الجوا بضل مبنون اوكي وساعتها احنا من وقتها من نسقي النبتة بحسب قداش هي بدها او بحسب انه بس نشوف التربة صارت ردبة وخلاص ممكن بس فيه برضو انه بتعرف فيه انواع نبتات اللي بقدر انا اكلك من الاساس هاي اللي بدها ماي مره في الاسبوع او مره في السبع ايام فانت بتعرف انه عندي كل يوم اربع بديك تسكي هاي النبتة ودير بالك عليها بس اخر مرة الاشي بختلف من نبتة لنبتة فعشان هيك هي افضل طريقة ان شوي اطلع الرمي على التربة او احسها احاول احسها شوي واعرف شو وضعها حسب هيك حلو طب وبنس على السؤال اللي كثير مهم هل في نبتات مضرة انه تعيش داخل البيت نبتات مضرة تيش داخل البيت لا بس في نبتات مضرة اذا انا بوكلها يعني كل الان نبتات تبين فعنا كلها لا 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 كمان مرة انه نبتة تكون متواجدة في محلي اللي انا موجودة في مش مضر فيش نبتة مضرة الي انه انا وياها نشارك نفس الهواء او نفس المكان في نبتات مضرة في حال انا كمت منها واكلت منها ممكن تسم ليست طويلة يعني لا هيك نبتات اغلبها مش موجودة يعني في البلاد في عنا موجود اكمل نوع منهن وفي كثير مشهور حتى في واحد اسمها فوتوس هي تشبه ام محمود مش ام محمود لانها محمود محبوبة جدا عندنا مش ام محمود في نبتة بتشبه ام محمود من المتسلقات اللي في كثير اولاد صغار بحبو ينتشو فلازم ندير بالنا ما يحطوش في ثمهم او اما على الاغلب هي بتكون متوددة داخل البيوت ولا اقل منشوفها اي اقل اقل منشوف اكثر ام محمود حبيبتي الشعب ام محمود حبيبتي الشباة عربية في شفية ام محمود صحيح اما بالمقابل في كثير هيك منسمع انه ممكن النبتة يتأثر من ناحية البيئة بتاخد اكثر اكسر اكسوجين اوه هذا سؤال بيجنن اه اوكي طلعي مزبوط النبتة في النهار بتتنفس زينا فهي بتتنفس عكس نعفو هي بتتنفس ثاني اكسر الكربون بتطلق اكسوجين فهي بتأثرش علينا اشي بينما في الليل العكس هو صحيح هي بتوخذ منها الاكسوجين وبتطلق ثاني اكسر الكربون فعشان هيك انا دائما بقول في غرف ضيقة غرف نوم اللي الشباك بيكونش مفتوحة كثير عادة في غرف اللي هي بتعرف مكاتب ممكن تكون مغلقة في الليل لما انا اجي الصبح يعني انا بنصح انو افتحوا شوي الشباك عشان يصور تبديل هو اذا كنا في غرفة نوم وغرفة نوم ما بفتحش الشباك ممكن يكون شوي الاشي مش مريح اخر مرة مش راح تسبب في اني اخطنك وهذا بس انو ممكن تسبب شوي بديك نفس في حال اخر مرة الغرفة مسكرة هرميتتي يعني انا مش لا فاتحة شباك ولا فاتحة باب فممكن يؤثر هو اشي نادر يعني بس انو مهم الواحد يعرف هاي النقطة انو مهم في غرف صغيرة ومسكرة وفيها نباتات اني افتح شوي هوا اساس يكون في تغيير للنفس يعني بلا شك يعني الشباك من المفروض انو يكون مفتوح مش بس اذا فيه نبتة ولا مفش نبتة صح بس فيه مش صح مزبوط صح اما بالمقابل لما فيه تواجد النبتة داخل الغرفة وغرفة اللي هي من ناحية المساحة صغيرة نفتح شباك دايما حلو واذا النبتة كانت في مساحة اللي هي اكبر مثلا في صلوان هي بتوصلش مرة اخرى مرة هي بتتنفس بس مش زي ما البني ادم بتنفس شهيك وزفير كل ثاني فعشان هيك فالاشي بيخلف جدا فالمساحة الكبيرة ما بتأثرشها نهائيا ما بتحسيش فيها احنا نحكي عن مساحة صغيرة ومذكرة حلو يعني بين اخواص انو فيش نبتة بتخنق نعم هاي الفكرة اللي دايما ما تقول صح ما بينفع انو نحط النبتة داخل الغرفة ومش منيح وهذا ممكن يكون مظهر فاش هيك اشي الاهم اشي انو نخلي شباك شوي مفتوح اذا كانت الغرفة في مساحتها صغيرة وننتبه صح بشكل عام حلو نحن نحكي على نبتات داخل البيت طبعا حكينا وخارج البيت طبعا حكينا تأثيرها على الاشخاص اللي عايشين داخل البيت يعني بالنهاية هل ممكن يكون فيه نبتات اللي تلايم اشخاص معيني واشخاص ثاني لا طلعي ممكن كثير طبعا هو اصلا موضوع ذوق برضه اكثر من ما هو هذا يعني النبتات الموجه داخل البيت لما انا اجي اعرض النبتات الموجودة عندي فترف الأجوب بتكون لا هذا مش مع جبنة لا هذا حلو لا هذا مش حلو فهو اكساسوري زي اي نوع اكساسوري لما انت تختاري العواعي لما انت تختاري كنبيات للبيت نفس الموضوع بس الهدف منه هو هدف واحد ومعروف هو بريح كثير من النفسية بساعدنا في الهيك بضيف بضيف امل هو فش له اخر مرة علميا هذا انه اجي اقول لك ببالعب في الخلايا ومش لا بس نفسيا فيه له كثير وفيه جدة ابحاث عملوها وكل الابحاث بتشير انه النبتات بشكل قاطع بتساعد الانسان على انه يفكر احسن انه ينتج احسن حتى الشغل مع النبتات هذا موضوع خاص برضه موضوع كثير كبير الولاد الصغار شغل الولاد الصغار في النبتات هذا برضه موضوع جدا كبير ومهم وفيه له كثير عوامل مهمة جدا اذا بتحبب نحكي عنها صح احنا رح نحكي عن هذا الموضوع بتوسع اكثر على كيف النبتات بتأثر علينا من ناحية تعال نقول الصحة النفسية كمان عنده وكمان عنده الاولاد اما قبلها رح نطلع على فاصل اعلانة خسيرة ومن بعدها رح نرجع موسيقى يا سادة وقاتكم مشنددا مشاهدين عدنا لنكمل حلقتنا لليوم طبعا حلقتنا اليوم هي تنقل لأكثر موضوع اللي بيعطينا امل تفاؤل اشياء اللي هي تقاتل اللي هي حلوة لانه بالنهاية احنا عم نحكي على نبتات وحسب رائي في الشخص في الدنيا ما بحب يشوف الخضار والنبتات وكيف تكبر وما يروحش على المشتلة ويشوف الأنواع المختلفة يعني بالنهاية اللون الأخضر طبعا النبتات كثير بريح لنا نفسنا وكثير بيعطينا هيك مثل ما قالت ضيفتنا انجي انه بخلينا وكأنه نمحي افكارنا اللي موجودة داخل رأسنا فكرنا ونركز بس في النبتات نفسهم لما النبتات بيكون عنا في البيت طبعا خارج البيت بالبرندة او داخل البيت هن كثير بيأثروا على حالتنا النفسية غير انه هن بيجددوا طاقات وبيعطونا هيك نكون مفرفحين ومعراحة نفسية ولما نحن نحكي على كيف هو بيأثر على الحالة النفسية طبعا هذا موضوع كثير واسع اما كثير مهم انه نذكر انه بيأثر كمان على الأطفال أو على الأولاد بأشكال مختلفة وكمان على البالغين فعلى هذه النقطة تعالوا نحكي مع ضيفتنا انجي كيف هو بيأثر كيف النبتات بشكل عام بتأثر على الحالة النفسية عندنا عندنا او عند الأولاد مين بدك اذا شيء عندنا أخرى مرة هي نفس لانه عند الأولاد أسهل لانه عندهم صغار وبتفتحوا أكثر عند الدنيا أصغر فعندهم الأشياء شوي مختلف الأولاد بشكل خاص مهم جدا في كثير أبحاث عملوها اللي لما مثلا عملوا أبحاث فروقات بين أولاد كبروا في منطقة ريفية مع ملان خضار من ذيالهم وملان هذا مع أولاد اللي هنس عايشين في مدينة اللي الأخضار بكثير أقل وبكثير هذا فالفروق كانت في أنه الولاد اللي عاشوا في الريف الابتكار عندهم أكبر الراحة نفسية عندهم أكبر الانتماء عندهم أكثر بكثير من اللي موجودين في المدينة فأخلي أنا ولد صغير يجي ويزرع شجرة أو يزرع نبتة أول شيء من ناحية التركيز أنا بساعده جدا في التركيز أنا بعطيه يبني شيء من السفر يجيب التربي يجيب كل العوامل البيئية الطبيعية اللي إحنا منها جايين اللي هي التربة الضوء المي والهواء ويحطهم كلهم في شيء واحد ويشوفوا بكبر كدام عيني فهذا شيء جدا بساعدهم أنه يكونوا بالتركيز أكثر ويشعور في الانتماء لما بشوفوا أنه أنا بقدر خاصة للمهاجرين أو للأولاد اللي بنتيكلوا من بلد لبلد بسبب شغل الأهل أو مش مهم في عدة أسباب فهاي طريقة أني أخليني يحسوا أكثر في الانتماء لما أنا بعطيهن يزرعوا شجرة فهني بفهموا أو نبتة أنه شروش هاي الشغلة اللي هي الشجرة أو النبتة هي اللي بتاخذ شروشها وبتحطهم في التربة فهيك أنا بشعر في الانتماء أكثر لما أنا بفهم أنه أنا بقدر أحط شروشي أنا وين ما أنا كنت فهي هدف تعليمي جدا رائع للأولاد وكمان الشغل في الإيد الحركة الموتوريكة الحركة في الإيدين لما أنا بشتغل في الرمل لما أنا بشتغل في المي في أدوات الزراعة نفسها بتساعد في شكل فضيع والحلو فيها أخرى لأنه أنت بتعمل برضو نحن نكون تمارين بس أنه هي شوي فيها رياضة بدون ما تحس أنت بتحسش في التعب إلا بس بعد ما تخلص بس أنه وانت عم تشتغل في الموضوع ما بتحسش في التعب فالولد بصور بدو يحطه بدو يلونه بدو نفس الناس الاشي وبدو يزرع وبدو يحط هاي الشجرة وبدو يحط هاي الوردة فأنا بعطيه مجال أنه يفكر وأنه يصنع شيء أنه يبدكر شيء فهذا الشيء جدا جدا بساعد مجال الزراعة اليوم موجود في وزارة التربية بشكل جدا موسع موجود بشكل جدا موسع وموجود بشكل حتى إجباري لبعض من الفئات أنه من أخذ الولد لحظة من أنه يخرج من المدرسة من الجو اللي كله كتب وكله دراسة وأحطه شوي في محل اللي بعطيه شوي راحة نفسية بعطيه شوي تركيز بعطيه شوي هدوء فأخرى مرة بنرجع لقصة أنه النبات بتعطينا شوي نفس أنه ثواني كله تمام وعلى فكرة في كثير بما أنه ذكرت وزارة التربية والتعليم في كثير روضات اللي كثير بيشددوا التركيز على أن الولد يزرع بيطلبوا من الأهالي أنه يزرعوا لأنه بالنهاية أن الولد يشوف المحصول اللي هو زرعه وهو اهتم فيه هذا أشي كثير بيعطي المسئولية صح ولما نحن بنجي بنحكي على المسئولية كمان الزراعة هي نوع من المسئولية أنك تزرع النبتة وتسقيها بعدين وهي على فكرة فكرة كثير حلوة أنه نعطي الولد هو ليسقي هم ليسقي هاي مسئولية مسئولية وبس يجي السف بتقوم فيه فجأة فيه برتكان وفيه مش عارفة إيش فهو بحس أنه عمل إشيه أنه صنع إشيه وإذا ما نجحش أفكرة أنا أراجع شوع منه كسرت أنت في السكة كسرت في التربة أنه بهاي الطريقة وأخليه كمان مرة يرد يحاول وكمان مرة يحاول هاي شغلي برضو موجودة لأنه إحنا الكبار اللي بيجوا مرة أنه هاي ما زبطتش معاي بدي أجرب أخر مرة كليلي شو أعمل شو ما أعملش وبتزبطش بأخر مرة بدي أجرب كمان مرة فهي أخرى شغلي هي بتحفزنا كل وقت أنه نعمل إشيه ونخليه ينجح ونغير أهم شيء بتحفزنا أنه نفكر في الحل يعني بنهاية اللي حط اللي اهتم بنبتة تعال نقول من جيلة صغيرة وهي صغيرة أو زرعها وهي صغيرة بده يلاقي أي حل عشان تكبر ويدكنا عنده وعشان تعطي الثمارة وخصوصا إذا نبتة اللي هي بتعطي الثمار فإحنا بدنا نهتم ونلاقي كل الحلول عشان النبتة تعطينا الثمارة صح لما إحنا منيجي منيحكي على الأولاد وحكينا إنه هي هذا المجال دخل جهاز التربية والتعليم إذا إحنا منيجي نحكي على البالغين اللي على الأغلب بس نيجي نحكي معهم بهذا الموضوع بيجبغوا لك هاي الكلمة طبعا زي كل إشي تقولي لو تعال تعلم سباحة ما عندي إش وقت وهو جدا إشي جدا مهم ركوب الخيل مع إش وقت هي شغلة زي أي إشي موجود في الحياة وزي ما السباحة إلها الأهمية طبعتها وركوب الخيل إلها أهمية طبعتها برضو الزراع إلها أهمية إن كان في الأشياء اللي حكيناها وإن كان عشان أنا أحسن من الجو عندي في البيت أو في البرندة أو في الساحة أو في الشغل في المكتب فهي شغلة اللي هي مهم إن الواحد ينتبي لها ومرات أنا بقول يعني حتى لو تمام معك شكتاتني أوكي ما فيش مشكلة في حلول في أشياء اللي هي مش بحاجة لكثير عناية في أشياء اللي هي حتى بدهاش ضو بس حطها صبر حكينا عن الصبر صبر حط صبرة بس عشان يكون في شوي خضار شوي إش اللي بغير يعني أنا لما أقعد في محل اللي بكون ش في نبات في المرة بحس حالي في لعبة كمبيوتر بحس شي ناقص بلعبة زي كأنه في شي ناقص في شي غلط إذا بحس حالي في محل مبرمج فالنبات بتخليك تحس أنك أنت مربوط أكثر في الطبيعة حتى لو أنك موجود في محل ثاني ومحل كثير شغل ومحل كمبيوتر وشغل ومش عارف إيش فهي بتعطيك تحس أنه أنت في محل اللي هو صح بتغير البيئة وبتعطينها هيك الأمل أنه لحظة في حياة مش كله بس شاشات وأشياء اللي هي تنقل جامدة لا في حياة ثانية مرة على فكرة سمعت بالأحرق رأيت أنه لما الشخص بيكون مروح من الشغل على البيت وطاقاته مش كثير عالية من المفضل أنه يحط نبتة الريحان أو الجعساس المرمية وبس يجي فتع البيت يعملون هكا يمهولهم في إيده شوي فهذا الأشي بيأخذ منه الطاقات السلبية ما بعرف أنه من ناحية علمية صح أما بالنهاية صح أنك تشمي ريحة الأشي اللي هو مختلف حتى لو أنه داخل مكتب هذا الأشي كثير بيعطي الانتعاش بيعطي الانتعاش وكأنه موجودين في البيئة وعم نجدد طاقاتنا من أول بجديدة حلو، حكينا حكينا على الأولاد قبل كثير مهم هكي أسألك وانت من أي جيل ينفع نحن نعطي الولد يزرع في الجيل اللي بطل يحط أده بثمه حلو جواب يعني أنه ما يكمش التربة مع أنه ما فيش مشكلة يعني اليوم أنا عندي أولاد أختي أولاد أخت توم أزد إشي بيحبوه أنهم يروحوا إلى البحر ويلعبوا في الرمل أخر مرة لما أنا بنتبه عليهم أنهم ما يحطوش التربة في ثمهن أو هذا كمان الفهم يعني هنه مش فاهمين شو ما ش كاعدين بعمله فما فيش داعي أن أخلي ولد ترفي العب في التربة ويوسخ للدينة إذا هو مش فاهم شو بعمل مع أنه كمان مرة التربة هي أخر مرة هي لحالها عالم هي لحالها إشي جدا مفيد للأطفال بس بتخيل من جيل ثلاث سنين من جيل ثلاث سنين الولد بيكون شوي أوعة بقدر يتحكم في حركاته بقدر يسمع شو أنا بشرح له ممكن يفهم نصه يمكن يفهم ما يفهمش نصه بس بخوة ومع هيك بقدر يعمل العملية أنه يحط يمسك الكوارة ويحط مثلا شي بسيط يفهم العمليات أو الأمور اللي إحنا قلنا له إياها بالمقابل للأولاد فيه كمان يجيلي كبير طبعا يجيلي كبير أنه خصوصا اللي صعب عليهم يتحركوا ويكونوا في حركة كل الوقت كثير مهم أنه نعطيهم يزرع فهيكا شركينا أكثر على هذا المجال فيه إلي كثير يعني تسعين مش تشأكل تسعين بالمئة بس في إلي أغلب الناس اللي بتوجهولي أنه بدهن ورشة زراعة أو بدهن يعبوا الدار ورد هن الجيل الكبير وهذا إشي كثير خلو بدهن خضار بدهن حياة فتوصل أنت في جيل أو في مرحلة لأنه بدك تشوف حياة فتلا أخر مرة هي شغلة أنه أنا أعطيهم إشي يزرعوا يمكن للأغلب يكون صعب من ناحية فيزيائية أنه بقدروا شي يتحرك أو شي من هالنوع فممكن نساعدهن فممكن أنه ترفي بنعمل في أنه إحنا منساعدهن أنه هن يزرعوا بشكل شخصي نعمل الخطوات بشكل اللي هو بسيط بسيط جدا وأنه هن يزرعوا بشكل شخصي بس الأغلب أنه نقدر نساعدهن نحن بأنه نواجد لهن الحياة هاي في كلب الدار مع منظومة الراي ومنظومة الهاي اللي هم ما يطررش يتحرك حتى بكافة هي الإشرة حاله بشتغل قدامه والمنظومة هاي هي بتسكي الماي وبتأخذ الماي الزايدة الورد بعيش وبيكبر قدام عناه وهو ما فيش داعي أنه يدير باله عليه كثير حلو وهيك سؤال بعض سؤال للحشرات اللي بتيجي على النباتات فكيف يجي طلع البره برح يجي على هن الحشرات أني أقول لك لا فيش اشي من هنا طبيعة لا بره أكيد بره طبيعة يعني ما بينفعش نجح بسا اللي جوه أخر مرة الحشرات هي بتيجي من الهوى أو من الحشرات الثانية مثل الفراشة فاتت على الدار ممكن أنها تسبب لحشرات أخرى على النبتة أو النبتة لما في المشتل إشي طبيعي هناك لونا بارك عندي في المحل لونا بارك كبير بس أو في الطريق من المشتل للبيت طبيعي جدا في عدة أنواع حشرات اللي إحنا بحاجة أن نحطها نتحدها ممكن تتوجهوا لحد مختص أو تحكوا معي أنا بخدر أساعد يعني في أنواع أدوية تستعمل على أساس أنا أبيد هالحشرات مع الأسف طبعا لأن الحشرات هي جزء مهم جدا في البيئة طبعية النبتات بشكل خاص بس اللي موجودة داخل البيت بفها منه مش مريح مش إش اللي هو لازم يسوره مرات ممكن تقذي النبتة نفسها ففي مبيدات معينة اللي فيها من نكتل إحنا الحشرات حسب شو نوع الحشرة وشو نوع لأي مرحلة اللي هي وصلت فأنا داما لما يتوجهوا لي شوف شو طلعلي على النبتة بقول ينحطوها تحت البربيش أو الدوش وخلوها غسلوها منيح منيح هاي أول مرحلة إنه الحشرة تنزل لحالها نزلت 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 ما نزلتش رح نضطر نتكل المرحلة الثانية اللي هي استعمال مبيدات معينة حلو يعني لكل مشكلة في حالها طلعي مش كل شي طبعا زي ما في الحياة بس لما في ورد بيموت يعني مات يعني في برضو اختوجهات إنه هاي عندي وردي وبحبها وبعرفش أشيصر لها ماتت سماعي لا شاك إنه هذا أصعب أصعب إحساسي يعني أنا شخصيا بشارك هذا الإشي لما بتعتيني في الورد أو في النبتة وبتهتمي فيها وهايك وآخر إشي بتشوف إنه وراقة عم تتساقط حتى لو إنها متغير أوراق كمان هذا إحساس صعب يعني بنهاي إنه بتسألي نفسك هيك شاملت إشي غلط مش شرط مش شرط لكل إشي فيه إله طول حياة صح إنه الشجر بعيش لفترات طويلة جدا بس فيه أنواع نبتات اللي حياتها كثيرة أو إنه صار معها إشي ما زبطش معها طبيعي مرات بغير لها أنا بيئة لما أغير بيئة من نبتة لنبتة فبالسرع عندها شك هاد إشي طبيعي ومش المفروض يصير كثير بس إنه حلو يعني النبتات مش بس بتذكرنا مش بس بتغير لنا نفسيتنا كمان بتذكرنا إنه الحياة مستمرة فيه إشياء إلها بداية وإلها نهاية وهي هي الحياة صحيح فهيك في الوقت الضلمانة شو النصائح اللي بتخدميها لو شاهدينا أولا الكل مش بس بشكلها أول إشياء إزرعوا إزرعوا، تستعملوش بلاستيك البلاستيك أنا بحسه زي إنك حتاتي كاست البلاستيك في البيت ما فيش إلو حياة ما بعطيش هدف ما فيش إلو هذا إزرعوا ربوا ولادكم على الزراعة وعلى حب النبتات الإشي جدا مفيد نفسيا وجسمنيا وعقلنيا بلشوا في إشي صغير اللي بيخافوا بلشوا في إشي صغير شوية شوية بتتعودوا أنا بسميه إدمان عنجاد ببلشوا في إشي صغير وشوية شوية الواحد بصور يتعود أصلا هي كل الترند بلش نبتات على فكرة في فترة الكورونا لما الناس كانت في البيوت مسكرة ومش عارف شو تعمل مع حالها وتعبت من اللي تعبت نفسيا فالناس كلها بلشت تزرع هذا كان حل رائع وكل الدور صارت خضرة من جوا فالإشي كثير ساعدهم نفسيا وإنه يضيعوا وكت برضه فإزرعوا، حبوا النبتات ديروا بالكم عليهم وأي شي أنا موجودة حلو، ولما منيجي هكي أمناء منطلب نصائح للعناية في النبتات نفسهم أخرى مرة، أنا داما بقول فيه كوانين اللي هن الماي اللي هوا التربة والشمس بس لازم منحبهن لازم أنا أحب الإشاء عشان ينجح عشان أعطيه عشان يزبط مش رح عمل غصبا عني، إذا غصبا عني تعملوش يعني مش إنهم بحط نبت وخلص جيبت لا، لازم أدير بالعليهن وأحبهن عن جد عشان يغدرني عشان حلو كثير، يعني بالنهاية إذا إحنا كنا نلخص كل اللي حكينا الأشياء المثيرة عن جد يعني شخصيا أنا أعطيتني كثير هكي شغف أن أروع على البيت وروع على المشتلعة في الطريق في الطريق، أنا بالنهاية أنا نجي نفكر إنه قداش النبتة اللي بالنهاية هي موجودة بكل مكان عنا بالحياة وممكن إحنا نشوفها، ولكن إنه نطلع من البيت ونشوفها الشارع اللي غيروا النبتات وزروا عن نبتات جديدة وغيروا المنظر لقدش هذا اللي حكي بحسسنا إنه في رياحة، أو بس نطلع على الطبيعة مش بس على أي غابة أو أي محل اللي هو بقريب حكي نرجع مطاقات جداد، فلا شك إنه هذا التغيير وهي النبتات اللي إحنا بنحطها في البيت وخارج البيت هي اللي بتعطينا هذا التغيير اللي إحنا بدنا إياته وممكن نقول إنه مع الصراع اليوم، مع الصراع مع الوقت، مع الضغوطات، مع الأشياء، فهذا أسهل حل صح، زي ما أنت كنت هذا اللي بروح من الشغل بمسك هيك المرمية بعملها هيك فهي زي إنه أنت عملت تاي فايف لأشياء أنت مربية ودير بالك عليها هي نفس الإشياء إنه بس خد نفس، شوف فيه طبيعة، فيه إشي ممسكنا في الحياة، فيه إشي جذوعه موجودة داخل الأرض وإحنا هون وإحنا مكملين، والحياة مكملة، والنبتات بتعيش وبتموت، إحنا مدير بالنا عليها بتعيش، الحياة مكملة صح، صح، طب هيك كثير بهمني اسمع رسالتك، رسالتك بالحياة على هذا المجال، ولا مشاهدينا إزرعه، إزرعه، إزرعه مش بس نبتات، إزرعه حبه، إزرعه أمل، وإزرعه تفاؤل، وإزرعه سلام واللي بزرع يدير باله على اللي بزرعه، في كل معنى الكلمة يعني مش بس في النبتات في كل إشي كل إشي، كل إشي بده عناي في الدنيا مش بس النبتات، إحنا بنحكي عن نبتات بس بالآخر هي إشي اللي هو أخرى مرة بعطينا جذع في كلب الحياة، في كلب الكرة الأرضية اللي إحنا موجودين عليها، بس في أخرى كثير عوامل اللي ديالنا حالياً أخرى وضعنا اللي مش معطينا تفاؤل كثير، فإزرعه نزرع كل إشي اللي بيعطينا الأمل للحب، النبتات اللي بتخلينا هيك بتعكسلنا الحياة، فرسالة كثير حلوة كثير، وشكراً إليك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إيها طبعاً لا شك إنه المشاهدين متأكدة ممكن أن نقول إنه بالنهاية لما إحنا بنحكي عن البتاتو وإشي بيعطينا تفاؤل كثير هيك بيعطينا الأمل، فشكراً إليك على المعلومات ودوام النجاح أهم إشي والصحة يا رب، صلنا لنهاية حلقتنا اليوم، بنهيها بتلخيص لحلقتنا مجرد نبتة خضراء، أدخلناها للبيت، راح تغير الجو وتعطينا طاقات جديدة نبتة خضراء صغيرة أو كبيرة مش كثير مهم، بتعكس إلينا الأمل والحياة بنظرة وحدة والاعتناء فيها بيوثق إلينا خطوات التقدم والنمو، فإحنا ما بحاجة لأمور خارجية جديدة أو تغيير كبير حتى نجدد لنفسنا الطاقات ونعطي أبنائنا المسئولية وغيرها لعديد من التأثيرات الإيجابية، إحنا بحاجة لنزرع نبتة طبيعية، نسقيها، نتأمل فيها، والبسمة مرسومة على وجهنا بشكركم مشاهدين على المتابعة، شكرا طاقيا من برنامج منوعة هلا ما تنسوا لقائنا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم منوعة هلا معي أنا عارين كامال دغزي في أمان الله